السلام عليكم تابعي قناة اي زي ارن عاملين اي ربكم وبخير? الفيديو ده هنفيديو سريع هنشرح فيه موقعين بيتكوين وهنتكلم فيه شوية عن الفيديوهات الجاية في القناة. ان شاء الله الفيديوهات الجاية فكلها استراتيجيات ومواقع ممتازة جدا هتعملك دخل ثابت ومواقع عالية. مش زي معظم مواقع اللي بتشرحها القناة لا المواقع اللي هتشرح النهاردة تبقى كويسة جدا. بالليل في الصحبة على المسابقة الاسبوعية لو انت مش مشارك في القناة ففي مسابقة اسبوعية على خمسة دولار. هتلاقي الفيديو بتاعها على القناة. آآ بالليل هيكون السحب ان شاء الله عليها. لو انت مشاركتش هلحق اشارك فيها. وهنعمل الفيديو دوا نسحب على المسابقة اليومية لعشرة روبل. المسابقة الاسبوعية على خمسة دولار. المواقع اللي هتنزل بالليل دي يعني انا عايزكم تستغلوها وتشتغلوا عليها زي اللي في الفيديو بالزبط وان شاء الله في مواقع هنشغل فيها كلنا كجروب مع بعض وهنعمل منها مبالغ كويسة. اول حاجة هنعمل بقى السحب اليومي عشان نروح نشوف شرحنا النهاردة. هناخد كده عنوان الفيديو دوا ونروح على موقع اللي يختار لنا فايز. هننزل تحت هنحط العنوان بتاعنا بتاع الفيديو وهندوس على جيت كومنت بيقولك ان فيه خمس كومنتات هندوس على هيزهر معنا الفايز في المسابقة اليومية. طيب ده وان ما كانتش حاطت العنوان المحفظة فهندوس على اختار واحد تاني. هيختار لنا فايز تاني. اهو دلوقتي. اهو اي دي عنوان المحفظة. هناخدها كده كوبي وهنروح على محفظة الباير. هنحط هالو. وهنكتب هنا العشرة روبل. وهنكتب له هنا كومنت. هكتبه له ان هو الفايز معنا. اهو كتبت له كده الفايز بالمسابقة اليومية. اه نكتب عليش نزوج قناة عشان يكون عارف جوله منين. وهندوس على اهو كده بعد تمام. نروح بقى الموقع النهاردة معنا موقعين لربح البتكوين. ده اول موقع طبعا عنوان المحفظة بتجيبها من الفوسيب باي. عشان الموقع دي بتديك على الفوسيب باي على طول الراسيب بتاعك. الموقع ده بقولك بتاخد خمس ساتوشي كل خمس دقيق. بتدوس على بعد اما بتحط عنوان المحفظة بتاعتك. بيدخلك هو على الموقع من جوة. بتستنى معا بيحمل. الموقع دي سهلة جدا وبتقدر تعمل منها رصيد مجاني. ان شاء الله تابعي القناة لو انت مش مشترك فعل زر الاشتراك. وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد من القناة. هو بيقول لك ان انت هتاخد تاعتك في تلات خطوات. بتعمل الخطوة الاولى. ايه تلات خطوات عموما بتبقى كابتشا. بيقول لك اختار صورة الكلب من الصورتين دول. هتلاقي جملة مكتوبة فوقها. هتختار صورة في الكلب. الموضوع سهل جدا. بعد ما بتختار الخطوة الاولى بيجيب لك الخطوة التانية بيقول لك اختار صورة القطة من الصورتين اللي هيجو لك دول. ادي صورة القطة برضو اهي. هتدوس عليها كده. بعد كده الخطوة التالتة بتبقى اخر خطوة. وبتاخد الخمسة طبعا انت بتكرر العملية دي. كل خمس دايق وفي الموقع ده مفتوح يعني مش بيديك معين في اليوم لأ. ده الموقع ده وانت قدر تعمل براحتك. طول الايام. اهو نحل الكابتشا دي ايام. وهندوس على جيت ساتوشي. اهو هيبعت لنا اللي بيقول لك انه بعد الخمسة ساتوشي على الفوسب بي. نروح نشوف الموقع التاني. الموقع التاني اسمه دايس. موقع ده وان نفس الفكرة بتحط عنوان المحفزة بتاعتك هو على طول. وبتدوس على لوج ان. الموقع ده بيقول لك انه بيديك خمسة ساتوشي كل اربعة دايق. بتحل الكابتشا بتاعته بتختار الكلمات اللي فوق دي زي الترتيب بتاعها بالزبط. طبعا عندي الكلمات التحت مش بينين اش هبصور بالعرض بس انت عندك هيكونوا بينين. هتختار كده الكلمات دي الترتيب. وهتحل الكابتشا دي. هو بتدوس على جت ساتوشي الموضوع سهل جدا. وانسانة يحمل معينا وهندوس على جت ساتوشي. هيقول لنا هو انه هو باعت خمسة ساتوشي على المحفزة بتاعتنا. وكده نكون خلصنا شرح النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة شكرا